بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس اليوم هذه الوحدة الجديدة ونتعرف فيها على كيفية الحصول على الدالة العكسية لدالة فنعطي إرشادات للحصول على الدالة العكسية أولا الإرشاد الأول التحقق فيما إذا كانت الدالة أحادية ومعنى ذلك سنتحقق فيما إذا كانت متزايدة أم متناقصة أو متناقصة ومن أجل ذلك يكفي أن ندرس إشارة المشتقق الأول فإذا كانت إشارة المشتقق الأول أكبر من الصفر موجبة فإنها متزايدة أما إذا كانت إشارة المشتقق الأول سالبة فتكون متناقصة طبعا هذا من فوائد الاشتقاق المشتقق الأولى اللي أخدناها في المية واحد غير إن من فوائد المشتقق الأولى هي تعطيني فترات تزايد والتناقص فإذا عرفت أنها متزايدة أي أنها موجبة فهي متزايدة فإذا هي أوحادية وإذا عرفت أن شرط مشتق الأول سالبة فإنها متناقصة وبالتالي تكون أحادية طيب إذا تعذر علي الحكم بواسطة هذين الشرطين أنتقل إلى التعريف فإذا كانت الصور متساوية إذا كان FLA تساوي F نتج عن ذلك أن الأعداد متساوية فقلنا عن الدالة أنها متبينة إذن إحدى الطرق الثلاث للتأكد من أن الدالة أحادية الخطوة الثانية نحل المعادلة Y تساوي إلى FX للحصول على X تساوي إلى F-1Y أي أن المعادلة تعطى محلولة بالنسبة لY ونحلها بالنسبة لX الخطوة الرابعة نستبدل في هذه الخطوة كل X بY وكل Y بX فهنا X تصبح Y وهنا F-1Y تصبح X الخطوة الأخيرة تحقق منها الشرطين مثال إذا كان لدي الدالة F-3X-5 أوجد الدالة للعكسية نتحقق أولا فيما إذا كانت هذه الدالة لها هي أحادية أم لا من أجل ذلك ندوس إشارة المشتق فلو اشتققنا هذه الدالة لوجدنا أن مشتقها هي 3 أكبر من الصفر أي أن كانت X من R وبالتالي متزايدة وبالتالي فهي أحادية حسب الملاحظات التي أخذناها في بداية هذه الوحدة إذن أحادية إذن لها معكوس قبل ما نعرف شكل المعكوس ويمكن أن أعرف ما هو مجال وما هو مدى ال-F دالة كثيرة حدود إذن هي معروف مجالة هو R ومدىها هو R ال-F نائس واحد سيكون كما وجدنا في الملاحظات إن مجال ال-F نائس واحد هو المدى تبع الدالة F إذن هذا هو مجالة وإن مدى ال-F نائس واحد هو مجال الدالة F أي أنه هو R أيضا إذن فإن ال-F نائس واحد ستكون مجالة ومدىها هي عبارة عن R لننتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن نحل المعادلة Y تساوي Fx بدلالة X ماذا تساوي فنضع Y تساوي 3X نائس 5 من هنا ننقل 5 إلى الطرف الثاني 3X يساوي Y زائد 5 من هنا نحصل على أن ال-F نائس واحد Y ال-X هي اسمه F نائس واحد Y ال-X هي F نائس واحد Y تساوي إلى Y زائد 5 على 3 إذن هذه هي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة إذن هذه حصلنا على الخطوة الثالثة نعود كل Y بX فلو جينا لهن وحطينا بدل X Y إذن حصلنا في الصفحة السابقة لأن F نائس واحد Y هي Y زائد 5 على 3 الآن نبدل بدل هذا ال-Y X ونبدل بدل هذا ال-X إذن هذا هو ال-F نائس واحد لنتحقق من الشرطين الشرط F نائس واحد ل-F ال-X يساوي إلى هذا الآن F ال-X معروفة وعطيناها هي 3X نائس 5 الآن لإيجاد F نائس واحد لهذا المقدار أروح وأفهم قاعدة الربط قاعدة الربط هنا إن الواحد يرتبط بـ واحد تجمع له 5 وتقسمه على 3 اتنين يرتبط بـ اتنين تجمع له 5 وتقسمه على 3 خلف يرتبط بـ تروح لخلف تجمع له 5 وتقسمه على 3 إذن فهم قاعدة الربط فأجزئ إلى هنا إذن أخذ هذا وأجمع له 5 وقسمه على 3 3X نائس 5 زائد 5 وقسمه على 3 لكن سالب 5 موجب 5 بيروحوا مع بعض و3X على 3 إذن 3 مع 3 تختصر فتحصل على ال-X نأتي إلى الشرط الثاني F ل-F نائس واحد ل-X لكن F نائس واحد ل-X معروف فعوضناها هو X زائد 5 على 3 نذهب إلى ال-F ونتعلم قاعدة الربط في ال-F قاعدة الربط في ال-F إن الواحد يرتبط بتأخذ ال-3 بتضربه في 1 وتطرح منه 5 ال-F يرتبط بتأخذ 3 بتضربه في 2 وتطرح منه 5 مع أنت خلف يرتبط B بتأخذ خلف تضربه في 3 وتطرح منه 5 إذن فهمت قاعدة الربط أذهب إلي حساب هذا المقدار F لهذا المقدار فإذا أخذ هذا المقدار وأضربه في 3 وأطرح منه 5 3 مع ال-3 تختصر معي X زائد 5 نائس 5 بتزاوي إلى ال-X تحقق الشرطان الواردان تحققت من جميع الشروط أستنتج أن ال-F نائس واحد X زائد 5 على 3 هي الدالة العكسية للدالة F-X وهو المطلوب نأخذ مثال آخر على هذا الشيء إذا كانت F-X تربيع نائس 3 المطلوب أوجد الدالة العكسية وهنا حيطت لدي شرط أن تكون X أكبر من الصفر أي أن مجال F الدومين تبع F هو عبارة عن صفر هو عاطينيها هذا الشرط لماذا هو عاطينيها؟ طبعا إذا رسمت أنا الدالة اللي عاطينيها طبعا X تربيع هي من الدوال الشهيرة X تربيع نائس 3 هي نفس X تربيع ولكن أسحب نحو الأسفل من قدر 3 لو طلعنا إذا رسمنا الرسم لو لم يعطيني هذا الشرط فإن الخط الباني سيكون هذا هو X تربيع نائس 3 لكن هذا المنحني هذا الدالة ليس له معكوس وذلك لأنه أي مستقيم أفقي يتقاطع بنقطتين هاتين نقطتين إذا عندي هذه هي A وهذه هي B هم نقطتين مختلفتين ولكن المسافة من هنا إلى هنا هي نفس المسافة إذا منحني هذا الدالة ليس له معكوس إذا ليس له معكوس لذلك لا أستطيع أن إيجاد المعكوس لكامل هذا المنحني سأدرس المعكوس لنصف هذا المنحني فحطر للشرط أنه 1 2 3 إذن هذا هو Y تساوي X تربيع نائس 3 وحط ضمن الفرض X أكبر من أو يساوي 0 هذا الشرط يعني أنه أن تأخذ النصف الذي يقع في الطرف الأيمن من المستوي في الطرف الأيمن الموافق للإكسات الموجبة إذن هذا من الواضح من الخط البياني أنه الخط البياني الدالة متزايدة فإذن له معكوس هذا إذا كان رسمت إذا ما رسمت فأروح وأذهب وأشتق إذا اشتققنا منحني هذه الدالة فإنه مشتقها هو 2 X لكن الـ 2 موجب والX هو يعطيني إياها أكبر من أو تساوي الصفر إذن معنى هذا أكبر أو يساوي الصفر إذن المشتق إشارته موجبة فإذن الدالة متزايدة وإذا كانت متزايدة فهي أحادية إذن عرفنا أن الدالة أحادية قبل ما أعرف أي شيء إذن لها معكوس إذن الـ دالة هو يعطيني مجالة مجالة هو من صفر إلى ما لا نهاي أما المدى فالمدى من الرسم واضح أنه يبدأ من سالب ثلاثة إلى ما لا نهاي إذن معناته المدى هو من سالب ثلاثة إلى ما لا نهاي إذن هذه الـ فالـ قبل ما أشوف إش هو شكلها معرف أنا من الملاحظات أن المدى للدالة هو سيكون مجال للدالة إذن مجال إذن سيكون من ثلاثة إلى ما لا نهاي ومدى سيكون هو مجال الف أي هو من صفر إلى ما لا نهاي إذن تحققنا من هذا الشرط الآن نأتي إلى المعادلة التي نأتي الخطوة الثانية ونحل عندي y تساوي f x بدي أحلى بالنسبة لx ماذا تساوي من ننقل الثلاث إلى الطرف الثاني ومن نجز زور عندما نجز زور فنحصل على زائد نائس ولكن نحن شيرطين أن x أكبر من أو يساوي صفر إذا ومعناته x يجب أن تكون الإشارة الموجبة زائد الإشارة الموجبة إذن هذه إذا فأكون قد حصلت على f نائس 1 y تساوي إلى جزر y زائد ثلاث هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أن نعوض بدل كل y بx فنحصل على f نائس 1 x يساوي تحت الجزر الآن نأتي إلى تحقق من هذين الشرطين الشرط الأول f نائس 1 f x x x x نائس 3 الآن أذهب لأتعلم قاعدة الربط ل f نائس 1 نجي له إن الواحد صورته ستكون تأخذ الواحد تجمع له 3 وتحط الكل تحت الجزر 2 تأخذ 2 تجمع له 3 وتحط الكل تحت الجزر خلف مناخد خلف ومنجمع له 3 ومنحط الكل تحت الجزر إذا فهمت قاعدة الربط إذا مناخد هذا المقدار منجمع له 3 ومنحط الكل تحت الجزر لكن سهل 3 موجب 3 بتروح بابقى معي جزر x هي القيمة المطلقة لx والقيمة المطلقة هي x لأن الفرض أنها موجبة إذا فهذا تحقق الشرط الأول تحقق الشرط الثاني إن f ل 1 x لكن f 1 x هي جزر x زي الثلاثة نذهب إلى f ونعلم ما هي قاعدت الربط الواحد صورته هي بتاخد الواحد بتربعه بتطرح منه 3 2 صورته بتاخد 2 بتربعه بتطرح منه 3 خلف صورته بتاخد خلف وبتربعه وبتطرح منه 3 إذا معنى ذلك قاعدت الربط فهمت فأذهب إلى هنا if لهذا المقدار إذا بأخذ هذا المقدار بربعه وبطرح منه 3 التربيع بيأكل الجزر و3 وسال هي فعلا دالة العكسية اللي if x تربيع نائز 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته